من الضفة إلى غزة توحد الدم الفلسطيني لأجل القدس شهيد برصاص الاحتلال شرق البريج وسط القطاع وإصابات عديدة في مسيرات على طول الحدود الشرقية تضامنا مع المسجد الأقصى جئنا اليوم لنستبق مع العدو لأن هذه أرضنا وجئنا اليوم تضامنا مع المسجد الأقصى والمدينة القدس الذين يوصلون معركتهم ضد هذا الاحتلال الصيوني نحن بجانب المقدسيين الذي تخاذل عنه الأمة العنوبية والإسلامية وأن المسجد الأقصى هي العقيدة الوحيدة التي تجمع شعب الفلسطين لم يحل الرصاص الحي ولا القنابل المسيدة للدموع دون رفع علم فلسطين خفاقا في رسالة بعث بها الشبان أن الأجواء كما الأرض فلسطينية خالصة تضامن الغزيين مع القدس والمسجد الأقصى لم يقتصر على توجه الشبان إلى الحدود مع الاحتلال فقط حيث شهدت مناطق أخرى داخل القطاع المحاصر فعاليات دعم وإسناد للمدينة المقدسة شمال قطاع غزة كان على موعد مع مسيرة مركزية دعت إليها حركة حماس شارك فيها الآلاف من أنصارها دعما للمرابطين في المسجد الأقصى واحتفالا بما حققوه من انتصار من حقق هذا الانتصار بفك البوابات الإلكترونية والكاميرات الدكية والجسور الحديدية قادر على أن نصنع الانتصار الأكبر بتحرير المسجد الأقصى من برات المقتصبين اللغة التي يفهمها العدو هي لغة الثورة هذا الأقصى لا يملكه إلا المسلمين لا حق لليهود فيه أبدا سنبقى نقوم بإذن الله يتحالى حتى نحر الأقصى والمصرى ويشكل استمرار الفعاليات التضامنية مع المسجد الأقصى واحدا من أسباب رضوخ الاحتلال لمطالب الفلسطينيين بإزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية عن بوابات المسجد الأقصى في إنجاز يأمل الجميع أن يبنى عليه مستقبلا أحمد شلدان غزة الميادين